السلام عليكم يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض النوتيلة النوتيلة طبعا البيتي كمان الاقتصادية قوي اللي طعمها بجد طحفة جدا لو جربتيها فعلا هتعرفي قد ايه هتعمها حلو جدا كمان سهلة جدا وبسيطة وهتحضريها في اسرع وقت تعجب قوي كل اولادك اتمنى ان انت تتبع الفيديو للاخر وان شاء الله هتعجبك الطريقة واكيد هتجربيها وزي ما احنا شايفين كده قوامها بجد طحفة جدا قوامها ناعم قوي زي كده نوتيلة الجهزة ويمكن كمان احسن طبعا من غير اي مواد حافظة واي كده حاجات مضرة طبعا لولادنا انصحك بقى تجربيها وبجد لو جربتيها مش هتشتريها تاني من برا قوامه طعمه ريحة بجد مفيش احلى من كده تنفعك بقى جدا في سندوتشات المدرسة واللانش بوكس كمان الفطار والعشا بجد طحفة جدا ندخل بقى على مكونات النوتيلة مكوناتها سهلة جدا وبسيطة معايا كوباية من اللبن او الحليب كوباية من السكر كوباية من الزيت اربع معالق كبار من الكاكاو الخام واربع معالق كبار من اللبن البودر وكيس من النسكافيه بطعم البندق وهو ده بقى كده اللي هيديها طعم النوتيلة بالزبط بجد هيخليها ريحتها ريحة البندق وطعمها كمان بطعم البندق من غير طبعا محطينا بندق ولا اي حاجة هنجيب بقى كده الخلاط وهنحط فيه كل المكونات دي هنحط فيه كوباية اللبن مع كوباية السكر مع الكاكاو مع اللبن البودرة وهنسيب الزيت في الآخر يعني حطينا كده كل المكونات وكمان كيس النسكافيه لكن كده الزيت سبناه في الآخر يعني هنضرب المكونات دي كده الاول مع بعض وبعدين بقى هننزل بالزيت كده شوية بشوية مش هننزل به مرة واحدة وده طبعا عشان قوام النوتيلة يتقل معانا ويبقى مظبوط وبكده خلاص تكون النوتيلة جهزة معانا زي ما شفنا كده ما اخدتش معانا وقت خالص يعني في دقايق كده بتكون جهزة هم حاجة بس ان احنا نضربها كويس في الخلاط لحد ما توصل معانا للقوام ده وده كده شكل النوتيلة معانا وقوامها بجد مظبوطة جدا طعمها حلوة قوي كمان نسكافيه بتعمل بندق وكمان لو حاب النوتيلة يبقى لونها فاتح معاك ده طبعا بيرجع لنوع الكاياوي المستخدمه لو الكاياوي معاك لونه فاتح هتطلع معاك لونها فاتح لو طبعا غامق زي اللا أنا مستعملات كده هتطلع معاك لونها غامق كمان ممكن تقللي كمية الكاياوي يعني ممكن بدل اربع معالق ممكن تحطي مع لقتين كبار برضو هيخليها لونها فاتح معاك لكن طبعا انا حبيتها كده تكون غمقه كل طبعا ما بنزود الكاكاو كل ما بيبقى طعمها غني اكتر وطبعا كل ما تستخدمي نوع كاكاو احسن كل ما هتطلع معاكي الناتلا طعمها احلى بكتير كمان الزيت اللي هتستخدميه في الناتلا كل برضو ما هيبقى معاكي احسن كل ما هتطلع نتيجة الناتلا معاكي طبعا احسن بكتير يعني بلاش نستخدم زيت يكون غامئ او الزيت بتاع التومين طبعا يفضل بقى تستخدمي زيت نوع نضيف عشان تطلع معايك نوتيلة حلوة قوي زي كده دي بالزبط لو مشيتي بجد على المقادير بالزبط هتطلع معايك تحفة جدا مش هتبطل تعمليها من حلوتها وسهلتها وكمان الكمية ما شاء الله حلوة جدا من مكونات بسيطة يعني بقى لو حابت ضعف الكمية ضعف المقادير كمان بقى اقتصادية قوي وموفرة طبعا مقارنة لو هنقارنها اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة واسبكم في راية الله سلام عليكم